السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم التغطية هنا في هندا عبدالله هاشم طريق المدينة التغطية عبارة عن شرح الفروقات بين هندا الأفريكا تون موديل 2019 طبعا حيكون الشرح شامل الأفريكا تون الأفريكا تون أعلى فئة والأفريكا تون الأدفينشر بدون سبورت لأنه في نوعين الأبيض هذا أدفينشر سبورت والأسود أدفينشر ونقول بسم الله طبعا بنبدأ من بداية الدباب إلى النهاية ونقول الفروقات الفروقات حوالي تسعة فروقات تزيد أو تنقصية تقريبا تسعة فروقات الفرق الأول المساعدات الأمامية المساعد حق الأدفينشر أكثر من المساعد حق الأدفينشر سبورت بـ 2 سانتي أو 20 ميلي المسافة من هنا إلى هنا هي نفس المسافة في الأدفينشر سبورت ولكن الفرق في الجزء السفلي هذه لو تلاحظوا معايا هذه المسافة هنا المسافة من هنا إلى النهاية نفس المسافة هناك ولكن الفرق هنا هنا الفرق هذا الجزء أزود عن هذاك بـ 2 سنتي أو بـ 20 ميلي هذا الفرق الأول طبعا بالنسبة للجنط الاثنين نفس حجم الجنط لا يوجد أي فرق في حجم الجنط الفرق الثاني القزازة الأمامية هذه هي هذه القزازة في الأدفينشر أكثر من الأدفينشر سبورت في الأدفينشر سبورت تأتي مرتفعة هناك تأتي أكثر شوية هذا الفرق الثاني الفرق الثالث طبعا ارتفاع الدركيسيون ارتفاع الدركيسيون في الأدفينشر سبورت لو ستلاحظ هنا المسافة من هنا إلى الدركيسيون نفسه وتقارن هذه المسافة هنا طبعا أكثر هذا الفرق الثالث الفرق الرابع حجم التنكي طبعا حجم التنكي هنا أصغر شوية يمشيك 400 كيلو حجم التنكي هنا أكبر يمشيك 500 كيلو طبعا كلمة 400 كيلو أو 500 كيلو هذه على حسب متوسط السرعة يعني مثلا ما يجي واحد يمشي في الدباب طول الوقت على سرعة مثلا 140 يقول لا ما مشاني 500 كيلو طبعا ما حمشي 500 كيلو أنت ماشي مسرع لكنهم يحسبوها على المتوسط المتوسط اللي هو بين سرعة 80 و 100 هذا هو المتوسط فإذا هذا الفرق الرابع اللي هو حجم التنكي الفرق الخامس الحديدة اللي تثبت عليها الشنطة الخلفية هذه الدزاين حقها هنا في الأدفنشر مختلف تماما عن الدزاين حقها في الأدفنشر سبورت هذه هي في الأدفنشر سبورت وهذه هي هنا في الأدفنشر الفرق السادس الحماية الجانبية في الأدفنشر سبورت الأدفنشر سبورت يجي عليه من المصنع حماية جانبية هذه هي الحماية الجانبية لكن في الأدفنشر يأتي بدون حماية الفرق والله أنا لأخبط في العد السادس أو السابع الحماية السفلية للمحرك في الأدفنشر سبورت يأتي مع حماية سفلية للمحرك في الأدفنشر تأتي حماية ولكن مش بنفس الحجم ما هي مغطية المكينة بالكامل فيه حماية للمكينو وفيه حماية للشكمان لكن مش بنفس الحجم طبعا الأدفنشر سبورت يأتي البادي الداخلي للدباب باللون الأبيض المكسود هذا هو جسم الدباب بالكامل يأتي باللون الأبيض هذا هو هذه الأجزاء هذه تأتي باللون الأبيض في الأدفنشر مهما كان لونه سواء كان لونه أسود أو أبيض أو أزرق أو أحمر يأتي الهيكل الداخلي باللون الأسود هذا اللون هذا هو اللون الأسود الفرق الثامن المقعد المقعد في الأدفنشر يأتي منخفض عن الأدفنشر سبورت في الأدفنشر سبورت يأتي المقعد مرتفع هذا مقعد الأدفنشر سبورت لو تلاحظوا الارتفاع المسافة هذه هي المسافة هنا والمسافة هنا بالنسبة للشنط هذه هذه ما تعتبر فرق لأن هذه الشنط اختيارية حسب رغبة العميل يشتريها أو يستخدمها ولها طبعا مكان مخصص في جميع الفئات حتى في الأدفنشر سبورت وفي الأدفنشر العادي هذا هو المكان المخصص تثبت على هذا هذه القاعدة هنا لها قاعدة يمين يسار وهذا القطع الحديد هنا تثبت الجزء السفلي هذا هو هذه الشنطة هنا راكبة هنا في الجزء السفلي وراكبة هنا في القاعدتين الفرق التاسع نكشة الكفر الأمامي والخلفي هذه نكشة الكفر الأمامي هنا يعني النكشة أكثر جاية أوف رود أو جاية أكثر للطرق الغير معبدة أو للطرق الصحراوية سواء الكفر الأمامي أو الكفر الخلفي هذه نكشة الكفر الخلفي هذا طبعا الأدفنشر سبورت الفئة الأعلى لكن للأدفنشر شوف النكشة هنا كيف شوف الأدفنشر النكشة كيف صارت جاية النكشة أكثر يعني هي جاية أوف رود لكن بالنسبة ممكن 30% وأن رود 70% جاية قريبة شوية من نكشة الدبابات لكن طبعا مهيئة أكثر للطرق الرملية وهذه نكشة الكفر الأمامي بإذن وقت آخر الفرق العاشر أنت تعرفها على طول الفرق لو جات باللون الأسود مع نكشة صخرية هذه تكون للفئة الأدفنشر لكن لو جات باللون الفضي زي كده فتعرف انها للأدفينشر سبورت وبكده نكون خلصنا الفرق في المواصفات بين الأفريكا تون الأدفينشر سبورت وبين الأفريكا تون الأدفينشر نعطيكم كده لفة سريعة حوالين الدبابين طبعا هذه المكينة غير عادي أنا ما رح أحسب فرق انه غير عادي وغير أوتوماتيك هذا فرق لانه هذي مواصفات هذا الغير العادي طبعا هذاك غير أوتوماتيك لو تلاحظ ما في غير ولا في كلتش هنا طبعا فيه غير وفيه كلتش هذا لما نتركب الشنطة الخلفية تقدر تشيل حمولة إلى 10 كيلو خلقا با本نا فقط لا winعbereich يا رحيات الشاش، بكيلو Temple نظر الشر الماضية تنتمام طبعا بالنسبة للأسعار لا يسأل على الأسعار هذا السعر لكن هذه الأسعار فيه عريها الآن عروض في طريق المدينة اللي حابب يعرف تفاصيل عروض يتفضل هنا عند الشباب ويسأل عليهم وبكده نكون خلصنا نسأل الله عليها الأقدير التوفيق إن شاء الله هذه لمحة سريعة على المعرض والدبابات الموجودة فيه إن شاء الله ينال التصوير إعجابكم وفي رعاية الله ترجمة نانسي قنقر